مكدونالدز فشلت في تحقيق هدف المبيعات الرئيس لديها ومن بين أسباب هذا الفشل هو المقاطعة لمكدونالدز على خلفية الحرب الدائرة في غزة هذا ما أعلنته شركة الوجبات السريعة الأمريكية والتي تنتشر فروعها حول العالم ليكون هذا أول تراجع فصلي في المبيعات منذ ما يقرب من أربع سنوات بسبب ضعف النمو في قسم الأعمال الدولية ففي أعقاب هجوم حماس على بلدات غلاف غزة في أكتوبر الماضي واندلاع الحرب على غزة بعدها أثارت شركة مكدونالدز انتقادات واسعة بعد أن أعلن فرعها في إسرائيل أنه قدم آلاف الوجبات المجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي لتنطلق الدعوات المقاطعة للعلامة التجارية في البلدان العربية والأشخاص المناهضين للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة عالميا وتصبح لافتات مقاطعة مكدونالدز مشهدا متكررا في التظاهرات الدعمة لغزة حول العالم وقالت الشركة أن الصراع الدائر أثر بشكل كبير على الأداء في بعض أسواقها الخارجية في الربع الرابع من عام 2023 وفي أعقاب إعلان الشركة خسر سهم مكدونالدز نحو 4% من قيمته ونمت مبيعات مكدونالدز العالمية بنسبة تقل قليلا عن 4% في الربع الرابع من العام الماضي بانخفاض عن نسبة 8.8% التي حققتها في الربع الثالث من عام 2023 وأقل من المتوسط السنوي وفي فروعها في الشرق الأوسط والصين والهند بلغ نمو المبيعات 0.7% في الربع الرابع من عام 2023 هذه النسبة جاءت أقل بكثير من التوقعات السوقية كما تأثرت مبيعات مكدونالدز أيضا في دول ذات أغلبية مسلمة كماليزيا وإندونيسيا وأيضا دول أوروبية كفرنسا وتعمل شركة مكدونالدز الأمريكية التي لديها أكثر من 40 ألف فرع حول العالم بنظام حق الامتياز أو الفرانشايز الذي يمنح لوكلاء حق الانتفاع بالعلامة التجارية وفتح فروع حول العالم وتمثل فروع مكدونالدز في منطقة الشرق الأوسط 5% من مجمل فروعها عالميا ومع تصاعد وتيرة الحرب بين حماس وإسرائيل أصدرت العديد من فروع مكدونالدز ممن تعمل عبر حق الامتياز في مصر والأردن واللبنان وتركيا ودول الخليج بيانات تقول إن لا علاقة لها بتصرف فروع الشركة في إسرائيل وإنها توظف عمالة محلية بل وتبرعت بعض هذه الفروع بأموال لغزة لكن يبدو أن صدى دعوات المقاطعة كان أقوى حتى إن بعض فروع مكدونالدز تعرضت للهجوم وذهبت الشركة المالكة لفروع مكدونالدز في ماليزيا لما هو أبعد من ذلك حيث رفعت دعوة قضائية ضد حركة تروج لمقاطعة إسرائيل بسبب تصريحات وصفتها مكدونالدز هناك بالكاذبة والتشهيرية وقالت إنها أضرت بأعمالها مطالبة بتعويض أكثر من مليون دولار وقبل هذا الإعلان الأخير طبعاً كان هناك إعلان آخر في مطلع العام الجاري لشركة مكدونالدز الأم تحدثت فيه أيضاً عن انخفاض المبيعات جراء المقاطعة ولو أن الشركة ألقت باللوم على ما وصفته بالمعلومات المضللة واتهامها بأنها تفضل طرفاً أو آخر في الصراع مكدونالدز طبعاً هي واحدة من بين العديد من الشركات الغربية التي طالتها دعوات المقاطعة من نشطاء داعمين لغزة والفلسطينيين فهناك أيضاً شركة كوكوكولا ومقاهي ستاربوكس التي خفضت الأسبوع الماضي من توقعات مبيعاتها السنوية ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض عدد العملاء الذين يزورون متاجر ستاربوكس في الشرق الأوسط وكانت شركة ستاربوكس قد أصدرت أيضاً بياناً الشهر الماضي قالت فيه إن الأشخاص الذين احتجوا ضد الشركة وعطلوا متاجرها بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس تم تضليلهم بمعلومات وصفت بالكاذبة حول مواقف الشركة من الصراع وفي بيانها الأخير قالت شركة مكتونالدز قلوبنا مع العائلات والمجتمعات المتضررة من الصراع في المنطقة سنواصل التركيز على دعم موظفين والمجتمعات المحلية التي نعمل فيها شكراً جزيلاً لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها